السبطانة السبتمية واللاينر اسلق كل اللي تحتاجه زرادية مفتاح عشرة بس اول حاجة تبدأ فيها تطلع من الطلع السبطانة من الكاتم وتمسك الرأس السبطانة من هنا بالمفتاح عشرة تركبه وتمسكها مع الطرف هذا بيدك الثانية لانه مهم مشدود على كثير فكه تنحل الماك القطعة هذه زي ما تشوفون انا الان ابركب سبطانة ابركب لاينر اسلق الان طلعت القطعة هذه جميل لاحظوا هذه مفتاح عشرة الان هنا نمسك الطرف هذا وهذه نحط عليها خامة عشان لا نجرحها بس على الخفيف كذا وتشد تمسكها في الزرادية او اذا تتقن وزنة الكماشة ما هي مشكلة لكن الامر سهل جدا تمسكها من هنا وبيدك الثاني من هنا وتبدأ طلعها شوي شوي كذا فر ما هو تل يعني اذا تليت تنخرط الربلات وتطيح في الاخير وخطير انها تنقطع ويجيها شي بكمل الان معكم الان انا والله ما استخدمت لا زرادية ولا استخدمت كماشة مسكتها فقط وجريتها شوي شوي مع التحريك كذا وطلعت يطلع اللاينر معكم بالشكل التالي الربلات الاولى الربلات الثانية والربلات الثالثة والربلات الرابعة طبعا الآن متبعدات عن بعض خلا بعد اللاينر هذا الشغل لعسن توضح السالفة الآن اللاينر لاحظوا هذه الربلات الاولى الثانية الثالثة الرابعة طبعا زحفت شوي لاني يوم اسحبها فيها زيت دقيقة خلا جيبه زيت ونضيف هذا انا حقيقة احترم المنتج هذا الآن نطلع الربلات على فكرة انتبهوا لان اللاينر ما يختلف على اللاينر هذا اطلاقا طبعا فيه قطعة فيه علامة هنا شوفوها ممكن تشوفوها كذا اللي هي الشرطة هذه هذه اللي تكون باتجاه النحاسة الآن نبنطلع الربلات ونركبها باللاينر سلق وبعدين ندخلها نحط عليها شوية زيت الربلات وندخلها بالحركة حركة يعني ما هو كبس كذا علشان لا تنصفت الربلات وتيجي جنبها عظيمات شوفوه حيث ما تدخل متساوية حسب تقسيمك قسمها طبعا قبل الجزء الاخير وهنا وحده وهنا وحده وهنا وحده تكون متساوية نكمل الآن طلعنا الربلات هذي اللي هي الآن نلين هذا في الزيت علشان تدخل الربلات بشكل سلس ونحط الجزء هذا الجزء هذا شوفو الشرطة هذه نحطه باتجاه النحاسة نكمل الآن ركبنا الربلات بشكل متساوي وحده ثنتين ثلاثة أربع الآن نبدأ ندخل اللاينر في المصورة طبعا ما ندخلها بشكل على طول لا بد تحريك لأجل يدخل بشكل دقيق بالشكل التالي فر كذا علشان ما يتجمع تجمع الربلات مع بعض والله لنشغل والتصوير بشكل لكن لازم زيت لعجل تكون مرنة مهم من الربلات تكون متساوية بش منا الآن وصلت للأخيل تسمعون الصوت وصلت للأخيل بش منا حتى يطلع الصوت الآن خلاص انكبست يبغى يبقى الجزء هذا نتأكد الصوت طبعا واضح ما يحتاج الآن نركب هذه القطعة اللي فكناه بالمرة الأولى نشدت نربط الآن عليها لاحظوا ترى الرابط ما هو بشدة ممكن تطعجه أو يصير له مشكلة على الخفيف مفتاح عشرة على الخفيف تمسك من هنا بيدك الثانية وعلى الخفيف تربطه زي ما فكيته شف قوة رابطه أول ما فكيته ورجعها نفس الرابط ما تشد عليها بقوة ممكن تطعج اللاينر هذه الطريقة بكل بساطة وكل سهولة ما فيها أي تعقيد الله يوفقنا وياكم التفجرون والك ترجمة نانسي قنقر